مصر طبعا كان لها الصبق الريادة في هذا الملف تحديدا ملف مكافحة الإرهاب لها خبرة كبيرة جدا في هذا الأمر الآن مصول سيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانو المجهو ليمقر إنعقاد قمة بريز لدعم المرحلة الانتقالية في السودان هذا كما نشاهد هذه اللقطات الحية التي تريدنا مشاهدين من العاصمة الفرنسية بريز الرئيسين المصري والفرنسي قبل دخولهما إلى مقر إنعقاد القمة قبل هذه اللحظات بالنحوية الساعة مشاهدين كان هناك لقاء هام جمع ما بين الزعمين المصري والفرنسي على هامش هذه القمة الآن الرئيس عبد الفتاح أسيسي يدخل إلى حيث مقر إنعقاد القمة منتظرا بدء الرسمي لفعاليات هذه القمة الرئيسين المصري والفرنسي كان قد استعرض مستجدات القضية الفلسطينية أيضا سبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة وأبدأ تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص أيضا التشاورات المصرية الفرنسية كثيرة جدا في هذا الصدد أيضا أكد السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي موقف مصر ثابت في هذا الصدد وهو وقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن التوصل إلى حل شامل يضمن حقوقها شعب الفلسطيني وإقامة دولاتي المستقلة وفق المرجعيات الدولية موسيقى